الله، 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 الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين سلام الله عليكم أيها الإخوة ورحمته وبركاته بعد سنتين من غيابنا عنكم وغيابكم عنا ولكن يشهد الله أن قلوبنا كانت معكم في دعواتنا وتشرفنا لزيارة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين خاصة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فكنا ننوب عنكم جمعاً مؤسماً كنت أقول السلام عليك يا مولاي وسيدي يا علي بن موسى الرضا عن جميع من كان معنا في جلسات التفسير ومن كان يتابعنا وأسأل الله القبول لهذه الزيارات والأدعية ونسأل الله الشفاء العاجل والكامل لمن يرقد الآن في المستشفيات ممن نعرفهم من أصدقائنا لا أريد أن أسمي كثير منهم طلبوا منا الدعاء في هذه الليالي المباركة أسأل الله نسأله جميعاً الشفاء لهم عاجلاً وكاملاً إن شاء الله كما تعلمون وقد كبرنا معاً كنت معكم في الصغر والآن معكم إن شاء الله في الكبر كنتم شباب وأنا مثلكم كنت شاباً والآن القلوب شابة إن شاء الله بدأنا من آخر القرآن قبل حوالي ما أدري أكثر من ثلاثين سنة أو أكثر نعم أكثر من سورة الناس وتتابعنا هكذا إلى أن وصلنا في السنة الماضية عبر الإنترنت المشوش كما قيل لي إلى سورة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام في هذا العام بالتتابع في السور من آخر القرآن نصل بحول الله وقوته إلى سورة هود عليه السلام وبانتهاء هذه السورة سنكمل تسعة عشر جزءاً من القرآن من تفسير القرآن في هذه السنوات الماضية ويبقى كم تسعة عشر ناقص على ثلاثين دعش أحد عشر جزءاً يبقى لا ندري هل عمرنا يكفي أن نكون بخدمتكم أن نكون بخدمتكم أسأل الله التوفيق أن نكمل هذا التفسير إلى آخر سورة البقرة إن شاء الله لأن سورة الحامل فالسنة فالسنة أذكر خب هذه السورة تسمى بسورة هود هود أحد الأنبياء ليس من أولي العزم ولكنه نبي عظيم بما أن اسمه بما أن اسمه ذكر في هذه السورة السورة سميت باسمه مثل سورة يوسف مثل سورة يونس مثل سورة محمد صلى الله عليه وآله السورة مكية حتما وما قيل في أن بعض آياتها مدنية غير صحية السياق العام لهذه السورة توحي بأنها مكية إضافة على إثبات ذلك عبر التاريخ متى نزلت كما يقول أصحابه تاريخ القرآن أكو كتاب أو كتب حول تاريخ القرآن مثلاً أي سورة أول نزلت بعدين أي سورة بعدين أي سورة وين نزلت طبعاً هذه مو متيقنة حتماً مئة بالمئة ولكن تسعين بالمئة صحيحة في هذه الكتب نقرأ أن سورة هود نزلت بعد عام الحزن هذا العام المؤلم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت كفيله سيد قريش أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وبعد وفاة زوجته الحنونة الوفية الصبورة السيدة جدتنا نحن السادة عادة السادة يفتخرون أن جدتهم فاطمة الزهراء وهو صحيح ولكن يجب أن لا ننسى أن جدتنا هي خديجة هذه الأم هذه التي بذلت كل ما عندها في سبيل رسول الله وفي سبيل نصرة الإسلام توفي في عام واحد سمي ذلك العام بعام الحزن وحقيقة عام الحزن فجأة في الظاهر طبعا وإلا الرسول مؤيد ومسدد من قبل السماء ولكن في الظاهر من كان يكفله أمام تعنت قريش وجبروته أبو طالب من كان يعينه في السر وفي الأزمات في الظاهر خديجة سلام الله عليهما فقدهما رسول الله فقدهما بعد شعب أبي طالب بعد كسر شعب أبي طالب بعد كسر الحصار الذي طال ثلاث سنوات على المسلمين في شعب أبي طالب كما تعلمون في التاريخ توفي في عام واحد يمكن في أشهر قريبة من بعض فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه وحيدا في مكة لا ناصر له ولا معين في الظاهر نعم ناصره هو الله سبحانه وتعالى وبعدين القضايا سامعيها أمر بالهجرة وهاجرة إلى المدينة طبعا قبلها صارت بيعة العقبة اللي أيضا المسلمون شوية قوووا بأهل المدينة اللي عجوا وبايعوا رسول الله في القضايا التاريخية المفصلة هذه السورة نزلت في عام الحزن بعد وفاة سيدتنا خديجة وسيدنا أبي طالب والد أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه فالسياق دائما ينبئ كيف أن هذه السورة بصماتها تدل على أنه في تلك الفترة ولذلك ترى أو نرى جميعا إن شاء الله في الليالي القادمة أنه تقريبا شفت ستة سبعة من الأنبياء ذكروا في هذه السورة مع أن السورة باسم هود عليه السلام ولكن ذكر أيضا نوح ذكر هود بعد نوح وذكر صالح ذكر إبراهيم وذكر لوط وذكر موسى يعني كم واحد ستة ستة من الأنبياء ذكروا في هذه السورة ليش يعني أيها المسلمون الذين أخفقتم بعد وفاة رسول الله أفوا بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة أخفقتم في نفوسكم صار عدكم خوف صار عدكم هلأ صار عدكم توجس من أنه شي صير ما صيرنا شنسوي والمشركين بقينا أو وحدنا لا نوح قبلكم كان وحيدا إبراهيم كان أمة في رجل وحده لوط وتعرفون قصته وسنقرأ في هذه السورة موسى عليه السلام هو وعصاه عندما أتى إلى مصر وساعده هارون أخوه صالح سلام الله عليهم جميعا هؤلاء كانوا وحدانا إن صح التعبير ولكن نصرهم الله فيا أيها المسلمون بقول الكويتين لا تحاتوا لا تيأسوا من روح الله النصر آت لكم هذه السورة بملامحها تدل على أنها مكية إضافة على قول المفسرين جميعا نقرأ الآيات من أول هذه السورة ونتابع معكم إن شاء الله إلى نهايتها في هذا الشهر الفضيل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله أكبر أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم خب في السنوات الماضية تكلمنا حول الحروف المقطعة فلا نكرر بعد ألف لام ميم ألف لام را كاف هين يا عين صاد هذه حروف مقطعة تذكر في بعض سور القرآن في مقدمة السورة إما هي رموز بين الرسول وبين الله سبحانه وتعالى وإما هي إشارة إلى قضايا كما تذكر في بعض الروايات وإما على قول لبعض المفسرين أن هذا القرآن الذي عجزتم عن إتيان آية منه أو مثله مكونة من هذه الحروف أليف لام را ميم كاف هاي أحنا ما جبنا حروف غيرها بس أنتم متقدرون تجيبون ولا آية ولا إن اجتمعت الإنس والجن أو الجن والإنس أليف لام را كتاب يعني هذا كتاب إما أن المبتدأ محذوف يعني هذا كتاب أو أليف لام را اللي يتشكل منه القرآن هذا مبتدأ خبره كتاب كتاب شنو ميزة هذا الكتاب هذا مهم المسلم المؤمن في شهر رمضان يريد يقرأ قرآن للبركة والثواب بارك الله فيه ولكن شوية تدبر يحتاج مع القراءة هذا كتاب معادي كتاب أحكمت آياته أحكمت يعني شنو إهواء يأكو أقوال حول هذه الكلمة فقط اليوم شفت يمكن عشرة أقوال اللي نقدر نلخص هذه الأقوال الكثيرة بتشعباتها وتنوعاتها واختلافاتها أنا أقدر أمثل بمثال أنا لو من أشرح القرآن ما أعقد وعاة تدرون طريقته أبسط الموضوع حتى أفهم ويفهم من يتابعوني أجيب مثال البنيان إخواني وأخواتي اللي يسمعون ما أدري صار مجلس للنساء أو لا إن شاء الله إذا ما كوا يصير إذا ما يصير بالبيت يستمعون البنيان له قاعدة وله فروعة كل بنيان هالشكل سواء أبو طابق أو أبو خمسين طابق يحتاج إلى حسب تعبير المهندسين فونديشن يعني أساس هذا الأساس يجب أن يكون محكم إذا أحكم الأساس بعد أنت مرتاح يا مهندس روح ابني طبعا حسب المقاييس الهندسية أنت تقدر تسوي إحكام لثلاث طوابق المهندسين يجيبون قياسات بعض حسابات يقول لك كم طوابق تنتبني يقول لثلاث طوابق ثلاث طوابق الحديد لازم يكون شديد والسمند هالمقدار نوعية الإسمند موشكل بعدين تبني ثلاث طوابق أكو بنا يريد يبني خمسين طوابق يختلف الأساس لازم يكون أحكم يعني أكثر إحكاما بعدين تبني خمسين طوابق هذا مثال طبعا أريد أمثل حتى أوضح القرآن كتاب دستور من الله سبحانه وتعالى لكل البشر خاصة للمسلمين يعني خاصة للمسلمين المسلم يعرف أنه هذا هو الدستور ما لنه مملكة قانون أساسي يسمون فلازم يكون شيء محكم البناء اللي يريد يخلي على هذا الأساس يوازي إحكامه يعني شكرا ما يكون محكم البناء يصير بدون خطر هذا كمثال يمكن أن نفهم من مجمل ما قرأت اليوم في التفاسير كتاب يعني هذا القرآن كتاب دستور جاي من رب العالمين بعدين يقول من رب العالمين أحكمت آياته خب إذا مثلنا بالبنيان إذا نريد نقيس على الكتاب العقائد العقائد هي الأساس للبناء إذا أنت رتبت وأحكمت ونسقت وقويت الأساس تقدر تبني عليها شون تريد تبني عليها اللي يجي بعدين تبني عليها الفروع فصلت آياته ثم فصلت هاي الفروع بعد الأحكام الشرعية النظم الاجتماعية النظم السياسية النظم الإدارية الولاية التكوينية الولاية كل هذا فصلت يعني صار تفصيل لهذا البناء المحكم نتحدى العالم مو أنا أتحدى أستغفر الله القرآن يتحدى ونحن المسلمون عبر القرآن نتحدى نتحدى يجيبون كتاب واحد كتاب واحد حتى علمها حتى في الفيزياء حتى في الكيمياء يجيبون كتاب واحد ما بغلطة ما بينحراف ما بتهافت ما موجود بدليل 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 العلم يتطور فمتقول أن الفيزياء كل شيء مرتب لا وقت اللي شننا نقرأ الفيزياء وين قبل ستين سنة خمسة وخمسين سنة في المدرسة الآن الفيزياء تغير قوانين كثير من الفيزياء تغيرت نعم بعض الأسس بعدها ولكن كثير منها تغيرت كنوا نقرأ عن نشوء الكون كانوا يقولون بيك بانج يعني الانفجار الكبير وين صار الان راح فرويد وين راح داروين وين او انا اذكر في شبابي من ويايا في العمر حاج صادق ايام داروين شنو كان في العراق او نظرية داروين كانت المدارس تعج بالبحوث والحوزات العلمية والكتب وكم واحد كتب كتاب بعدين ورح داروين اذا مزبلت التاريخ راح كل الكتب في العالم الا التي تسند تستند الى السماء واصلها القرآن اصلها يعني الانبياء احاديث الانبياء والاعمة هم مسندة ومحكمة ولكن لانها تستند الى الوحي وانا اذا ما موجود وحي ما الاعتبار يمكن صحيح يمكن ام صحيح يمكن كثير من الاسئلة اللي يجيبوها الان حسنا مر نحجي على المسائل اللي صارت في هالسنتين النتيجة ما افتهم الصدوك جذب ما افتهم المهم هاي بعد نغزة فالكتاب الوحيد يمكن تقول وين التوراة وين الانجيل نعم ايضا لانه كتابان سماويان صحف ابراهيم كتاب سماوي صحف سماوية وينها انحرافات صارت بها تحريف صار بها الكتاب الذي بقي سالما شامخ عبر التاريخ وإلى يوم القيامة هو قرآن محمد صلى الله عليه وآله كتاب احكمت آياته تناقض ماكو تهافت ماكو تضاد ماكو قايل لكم عن قضية الكندي بعد تذكروها الامام العسكري سلام الله عليه ودى لأحد تلاميذ قال الكندي الكندي كان فيه فيلسوف عربي كتب كتاب في تناقضات القرآن عقله الفلاسفة خربطون معه فالإمام دزل واحد قال هل تحتمل هاي قانون الاحتمالات هل تحتمل أنه أكو واحد يرد عليك ويقول لك أنه هاي متناقض هذا فكر عالم كان انصافا كان عالم ولو كان فيلسوف قال هي ممكن قال لعليش تطبع طبعا ما كانت استنصاح كان لك اليوم ترى سمعتك تروح فكر قال صحي والله من أعلمك هذا الموضوع قال هيش أنا يقول لك قال لا من أعلمك قال الإمام الحسن العسكري صلوا عليه والله تناقض ماكو تهافت ماكو تضاد ماكو كل آية اتأيد الآية كل بنيان يأيد البنيان كل طابق من هذا البناء يأيد الطابق محكم أحكمت من الإحكام بعدين ثم فصلت الإحكام في البنى الأساسية صار يعني في التوحيد التوحيد أنت أنا أقول أن نفسي عبالك بس يعني الله واحد لا التوحيد بعر توحيد العبادة توحيد العقيدة توحيد الخالقية توحيد الربوبية تعال رح بالحوزات يخلوك في الشمس تدرس حتى تفهم التوحيد أو رح إلى ناجي البلاغة حتى تفهم التوحيد التوحيد والنبوة والمعاد هذه الأسس الأهم الأهم في العقيدة الإسلامية هذه تجي وين تجي في هلكم آية اللي إحنا الآن نقرأها ثم فصلت طيب هذا الكتاب منين جاي مجموعة قاعدين مقلفين عالم من أكسفورد جاي أو من الحوزة العلمية المادروين لا من لدن لدن يعني من عند من لدن حكيم خبير الله أدو شوية دققوا في هاتين الصفتين مرة واحد يطي دستور للعالم بس بدون ما يفهم شنو مصلحة أكو مصلحة ماكو خالق الكون وخالق البشر حكيم يضع كل شيء في موضعه الآن تتعالوا في هذه الديوانية إذا شفتوا في هذه الديوانية هذه المنظدة ماكو هذه المنظدة مخليها على المنبر على المنبر اللي أنا قاعد طيب السيد محسن وين يقعد بعد يروح على المنظر يقعد ما تقولون هذا أبو الديوانية يعني جاهل تقولون بعد شمسوه يا أبو الديوانية يمخلي كل شيء في محلة إذا شفته في شيء في غير محلة تقول له هذا مو حكيم هذا ما يفتهم صح هذا في الأمور العادية كل شيء في الكون كل شيء في الكون إذا إحنا الآن ما عندنا مجال نشرح بعد شوية يقره هالكتب العلمية حقيقة واحد ينبهر هاي الأجرام السماوية الشمس من هنا القمر من هنا النجوم المنظومات الشمسية المجرات الأفلاك كلها بنظام هذا في التكوين في التشريع من نفس الشيء ولذلك المؤمن إخواني المؤمن مرتاح ليش يقول أنا أوامري اتخذتها من حكيم الله حكيم يعني يدري ليش الكذب حرام وقال لا تكذب يدري أن الحجاب واجب للمرأة وقال تحجبي أيها المرأة يدري أن الظلم قبيح يدري أن الربا يفتت المجتمع والاقتصاد العالمي يدري يدري إلى آخره الآن العالم وين صاير صاير عجيب أصلا همج صاير ولم الحقيقة تفتح الأخبار شو شو داي صير همجية داي صير الحكيم الذي لا يخطئ أبداً هو الله سبحانه وتعالى حكيم بس لا خبير أيضاً واحد التفاسير شفت اليوم أتصور تفسير سماحة السيد المرحوم كان أنه يقول أكو حكيم ما عنده خبرة عقل عنده خبرة ما عنده وأكو خبير ما عنده حكمة يصير ترها فلازم هالصفتان تجتمعان حتى أنا أخلي ناصيتي ولحيتي بيدة يعني أنا ليش صرت مسلم يا أخواني ليش صرت مؤمن ليش صرت شيعي لأنه وطيت لحيتي حزب تعبير العوام ناصيتي جعلتها تحت أوامر حكيم وخبير من ناحية كل شي يدري خبير من ناحية مو عادي مخلي أي شي في مكان كل شي في مكان فحكيم خبير أكرر الآية هذا بالتدبر واحد شوية يفهم شنو مغز الآية ألف لامرا كتاب وقمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير خب شنو كتاب شيري يقول الأساس الأول في الفونديشن شنو الأساس الأول ألا تعبدوا إلا الله عبادة غير الله جهل المعظ ليش لأنه واحد يعني حقيقة واحد لمن يقرأ التاريخ والآن أيضا الذين يعبدون الأصنام الذين يعبدون الآلهة المتعدل الذين يعبدون النجوم الشمس والقمر إلى آخرين نروح إلى بعض الدول أنا رايح نشوف أشياء قبيحة يعبدوها أيضا ألا تعبدوا إلا الله بعدين رأسا الآية شوفوا البلاغة العجيبة في القرآن واحد اللي قاري علم البلاغة يلتذ لمن يقرأ القرآن شوفوا إلى الآن كلام الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيمين خبير ألا تعبدوا إلا الله هذا إلى الآن كلام منه كلام الله في المرة الكلام يصير بيد النبي إنني إنني منه هنا رسول الله محمد صلى الله عليه كأن الرسول يتكلم إياكم شوفوا إلى الآن ألا تعبدوا إلا الله كلام الله هنا يعني خطاب من الله في المرة القيادة في الكلام تضع أو توضع من قبل الله بيد رسول الله يقول إنني أنا رسول الله أنا لكم يعني يا ناس يا أهل قريش يا أهل مكة يا أهل مدينة يا أهل العالم لكم منه من منه من الله عفية منه نذير وبشير أنا جاي الشغل عندي أولا أنذركم عن شنو أنذركم الانذار وين تجي لو من لا سمع الله يصير حريق مكان أجارني الله وإياكم انذار يجي انذار للمخاطر المخاطر يعني الآخرة مو بس الآخرة الدنيا هاي دنيا عدنا حروب مشاكل اختلافات حقيق هذه بعد القضايا الأخيرة اللي ما رد أجيب اسمها كل لحظة يشوف ها الحرب العالمية صارت أو ما صارت إن شاء الله ما تصير خب هذا شنو هذا شنو دا يصير نذير من كل ما سيقع عليكم في الدنيا أيضا ترى إذا ما سمعت كلامك أن رسول الله دا يقول الشكل يا ناس إنني 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 تأكيد بعد إنني لكم يا ناس يا مخاطبين منه من الله أنا جاي شيئا عندي انذار وبشارة انذار بالحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة عفوا انذار عن المخاطر الموجودة في الدنيا والمخاطر الموجودة من البرزخ إلى القيامة إلى جهنم لا سمع الله وبشير بشير بشنو بحياة طيبة ملائمة للعقل في الدنيا وحياة سعيدة في الآخرة هاي شغلة للأنبياء بعدين شنو أطلب منكم وأقرب بسرعي لأنه أنا صممت هالعام شوية أقلل من الوقت يعني حتى لنظروا جوا بعض سنتين وشفتوني عدوا تقولون هذا هم اجي ساعة يتكلم وأن استغفروا ربكم الخطاب للمشركين أيضا ولنا أيضا استغفروا ربكم تطهير هذا يعني الإنسان اللي يري توجه إلى الله شي سوي أول شي أول شي الأدران الموجودة في نفسه لازم يغسلها يوخرها هذا استغفر استغفر الله يعني شنو أصلا كلمة الغفر من الشسم جاي يعني من السلاح اللي كانوا يخلون أمام صدرهم شي سموه الدرع من هذا جاي أنا أريد أخلي في شي قدام حتى ما أذنب بعد شنو طريقتها الاستغفار استغفروا وأن استغفروا ربكم أيضا دليل على الربوبية مو خالق فقط رب ثم توبوا إليه لما الواحد يطهر نفسه بالاستغفار وين يتوجه يتوجه إلى الله هذا معنى التوبة ثم توب ليش استغفار غير التوبة نعم الاستغفار تطهير عن الأدران بعدين أنا أريد أتوجه إلى الله لأنه واحد يستغفر بعدين يذنب مثل نقرأ الحديث يستغفر ويذنب يستغفر ويذنب هم زمزين طبعا ليه ترك الاستغفار بس هذه اللعبة بعد إذا استغفرتوا بعد توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله بعد شي صير النتيجة شي صير يمتعكم متاعا حسنا دائما يقولون دول المشايخ السادة المتدينين بس يحكون عن الآخر لا والله شوف القرآن شي يقول يريد دنيا سعيدة لنا دنيا حلوة يريد مو هالدنيا اللي دي نعيشها كل خوف وهلع يمتعكم الله يمتعكم يعني يعطيكم متاعا حسنا وين في الدنيا ليش في الدنيا أقول لأنه يقول إلى أجل يعني إلى الموت معنات الإسلام يطهر الدنيا يأتي بالسعادة الدنيوية إذا عملنا بأحكامه ويؤتي كل الذي فضل فضل بس شنو قانون اللي عنده خيرات كثيرة يعطى أجر أكثر واللي أقل أقل لا يبخص الناس أشياءهم كل شيء بدقة والميزان شنو معنات يوم القيامة هو هذا الميزان يعني كل شيء بقانون نعم الشفاعة موجودة ولكن بالنتيجة الدرجات الموجودة في الجنة شلون بعدد آيات القرآن ويؤتي يعني الله يعني الله يعطى كل ذي فضل يعني صاحب فضل الآن إذا واحد عالم يجي هنا كلكم تحترمون ليه احترمون لأنه عنده فضل لازم احترمه حتى إذا طبيب احترمه حتى إذا خير احترمه فضل عنده الله يعطي كل ذي فضل فضله الهاء يرجع إلى صاحب الفضها مو أفض الله بعض المسسرين أخطأوا في هذا المهم ويؤتي الله يعني كل ذي فضل يعني صاحب فضله يعني بمقدار فضله يعني هاي القانون العجيب الإسلامي اللي اليوم ده نفتخر به إن أكرمكم عند الله أتقاك هذا معناته خب بعدين بعدين يخاطب الرسول الناس وإن تولوا ده يخاطبهم تولوا في اللغة العربية عتما قارين في الصفوف الابتدائية التاء الأول يحذف يعني يا ناس وإن تتولوا خطاب إلهم مو تولوا الماضي ها يعني كلمة تولوا هنا بعض الناس يفكرون ماضي يعني الناس الذين تولوا لا هنا بمعنى الخطاب وإن تولوا خلي تاء عليها شي يصير وإن تتولوا أنتوا يا ناس تتولوا يعني شنو يعني تتركون متروا البال عليها متقبلون الحقيقة متقبلون الواقع متقبلون الحق إن تتولوا فإني أنا رسول الله شي أخاف عليكم بالمؤمنين شنو حريص على المؤمنين عند حرص رسول الله فإني أخاف عليكم يعني شيء عليكم يصير ضدكم شنو أخاف عذاب يوم كبير إشارة إلى الآخرة آخر شي يقول إلى الله مرجعكم آخر شي مرجعنا إلى الله إلى القيامة إلى النشور إلى البعث وهو على كل شيء قدير ممكن واحد يقول خب شنو نرجع وهو على كل شيء قدير يرجعنا نشور يصير الكل ينشرون يوم القيامة لأن الله قدير على كل شيء فكم شيء صار هنا أحكمت آياته الأسس الثلاثة ذكرت هنا التوحيد وين أن لا تعبدوا إلا الله توحيد العبادة بعد النبوة إنني ليثبت نفسه رسول الله إنني لكم منه نذير واشيء غير النبوة المعاد وين يجي إلى الله مرجعكم هذا المعاد الأسس الثلاثة الأساسية المحكمة للبنيان الإسلامي في كم آية ذكرت ثم فصلت بعدين تفصيل يجي خب كعادتنا في كل سنة أنه في موعظ نقرأ لأنه بدون موعظ طبعا أنا أعظ نفسي كما أقول دائما بمناسبة الاستغفار اخترت لكم هذه الرواية عن الإمام الصادق جعفر بن محمد صلى الله عليه وعلا آبائه وأبنائه ما من مؤمن يقترف في يومه أو ليلته أربعين كبيرة أربعين كبيرة يعني ذنب كبير هذه للمبالغ اصبروا شوية ليه تستعشلوا أخيرا أكفت شي شوية مشكلة ما من مؤمن يقترف في يومه أو ليلته أربعين كبيرة فيقول بعدين لو من يصب بالليل آخر يتندم ليش سوا شي يقول يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليه استغفار وتوبة اللي قرأناها في الآية طب قال هاي شكر شي صير إلا غفرها الله له الله يغفر له شوفوا أبواب التوبة مفتوحة إيش قيد الله كريم إيش قيد الله لطيف بعبادة أربعين كبيرة مسوية الآن يجي آخر اللي يقول أستغفر الله الله يغفر له بعدين شوفوا آخر ثم قال عليه السلام ثم قال عليه السلام ولا خير في من يقارف في كل يوم أو ليل أربعين كبيرة هذا شنو المؤمن هذا لا خير فيه يعني ده يقول دير بالك أنا أبطيك مجال ولكن مو أنه تروح بهذه الرواية تأخذها تقول السيد قال أربعين كبيرة وبعدين أنا آخر الليل أستغفر لا ياب الإمام يقول لا خير فيه يعني هذا مو مؤمن بعد حسن هسن مرة سواها ما يخالف يستغفر بس ما يرجع بعد ما يكرر وعنه عليه السلام من استغفر الله مئة مرة حين ينام هذا جدا سهل وقت النوم مئة مرة قل أستغفر الله ربي وأتوب إليه شي يصير حين ينام بات بات يعني نام وقد تحات الذنوب كلها عنه تحات يعني تسخط كما تتحات الورق من الشجر شايفين في الخريف يجي هو الورق يتحات يعني توقع من الشجر كما تتحات الورق من الشجر ويصبح يصير الصباح وليس عليه ذنب وفي رواية أخرى القرآن أكو آية فيه أن الملائكة تستغفر لشيعة علي بن أبي طالب اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرلك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآل محمد الله